هبدأ أستأذن بنحن نبدأ بدكتور سمير ومسألة حصاد التفاوض حول ليبيا حقيقة الموضوع التفاوض حول ليبيا يعني الشيء اللي نفخر به جميعا إن ده كان من الأول هو مبدأ مصر يعني ما كانش يعني مبدأ إزعال للتفاوض يعني من بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو بيقول حل سلمي وتحول ديمقراطي عبر مسارات دستورية انتخابات تشمل الجميع مع عودة مؤسسات الدولة مع وقف كافة أنواع فوضى السلاح من ميليشيات ومرتزقة وخروج كافة قوات الأجنبية مصر يعني استخدمت كافة عناصر القوى الشاملة لديها سواء كان من قوة التفاوض قوة الدبلوماسية عملية احتواء الليبيين المقربة ما بين سواء الإقليم نفسه أو الأقليم الثلاثة شاركت في كافة جوالات التفاوض يعني السخيرات برلين واحد برلين اتنين فرنسا الأولى في مايو 2018 دي من المناسبة باريس اتنين مش الأولى وصولا في الأخير للرؤية اللي حطتها مصر واللي كانت متوافقة مع خيارات شعب الليبي اللي هي الحفاظ أولا على تكامل ووحدة الأراضي الليبية وإن يكون الشعب الليبي وزي ما كان في كلمة فخامة الرئيس إن هو اللي بيقود بالمناسبة بدت تظهر الليبيين في برلين اتنين كان الأول الليبيين ما بيحضروه ما كانواش موجودين فاتوصلت في الآخر مش مصر موجودة طبيعي كدولة جوار كدولة إقليمية في جزء جبير منها كترئيسة التحاد الأفريقي لكن فكرة إنك نجحت إن الليبيين موجودين في بريس الأخيرة كان السيد المينيفي موجود وسيد بيبة موجودين في مؤتمر استقرار ليبيا اللي اتعامل في ترابلس وكنا كلنا مبسوطين جدا إن وزراء الخارجية لدول الجوار والدول المعنية كانوا شفنا ترابلس جميلة الحصاد ده هو حصاد أولا صبر استراتيجي يعني إن مصر في ظروف اللي ستك يعني مش عايزين ندخل فيها وحدود طويلة وفوضى ميليشيات وداعش وأبناء لينا يعني استشهدوا في سيرت كون إنك توصل في الآخر لده وإن العالم يشيد بإن مصر نجحت في إدارة عملية معقدة وتم فيها يعني بالمناسبة مصر كان فيه فعالين كتير في المشهد يعني لم يخلوا الموضوع حتى من تنافس إقليمي يعني لكن في الأخير مصر ربما مش عايزة أقول وحيدة التي لم تتزحزح عن مبادئها وإن تكون ليبيا في مقدمة أسباقيات السياسة الخارجية المصرية طبعا بعد القضايا الفلسطينية لكن لو تبعنا كل كلمات الرئيس في جميع المنتدات في الأمم المتحدة في التحاد الأفريقي في القمة الأمريكية العربية الإسلامية في مؤتمر ميونيخ للأمن كتير ما فيش يعني كلمة الرئيس حتى في الداخل المصري إلا أتكلم على ليبيا وعودة الدولة الوطنية لليبيا ولن تعود دولة وطنية إلا بمؤسسات وطنية ولا مؤسسات وطنية غير بمسارات دستورية انتخابات تحول جميع مش هتكون أول انتخابات تصل لكل تطلعات الشعب الليبي لكن في الأخير يبقى عندنا رئيس عندنا برلمان يشكل حكومة تتوحد الأجهزة وده طبعا من نديقات المستمر ليبقى فيه جيش موحد جيش وطن موحد طبيعا يكون فيها جهزة أمنية موحدة بنك مركز موحد واللي يركز عليه الرئيس وكان موجود في بيان جنيف كان موجود في بيان باريس اللي هو التوزيع العادل للسروة والسلطة لأن أساس الصراعات والاحتراب الأهلي هو غياب التوزيع العادل للسروة والسلطة يعني حتى في دول أخرى يعني فلو تم التوزيع العادل للسرع والسلطة مش هيبقى فيه وخاصة فكرة أن ليبيا دولة غير قابلة للتقسيم لأن أساسا كانت ثلاث أقاليم اتحدوا في دولة واحدة وبقت ليبيا التي نعرفها بثلاث أقاليم برقة وطرابلس وفزان لما نشوف قوة مصر القوة قوة الدولة في العلم الاستراتيجي هو مدى قدرتها على التأثير في الدول الأخرى بما يخدم مصالحها والمصالح المشتركة مصر وصلت لدولة لا وصلت